طبعا أوضاع في السودان لا تقل سوءا سيبكم معانا اللي بيتقال لا الأوضاع تحت على الأرض والموت ودفن الناس أحياء وعمليات الاختصاب والنهب والسلب يقول إن احنا ماشيين لمرحلة خطيرة في حياة السودان وكيان السودان ذاته لأن التخصيم يتم على الأرض الآن بعد انتهى اليوم الأول من المفاوضات اللي موجودة في جنيف اللي بتكلم عن موضوع السودان أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ومعاس يسرى والسعودية ومصر والإمارات والاتحاد الإفريقي والأم المتحدة بيان حول ما صار المحادثات خلينا نقول أولا إن المفاوضات بدأت بدون مشاركة الحكومة السودانية وممثل الجيش السوداني كان سبب غياب الجيش السوداني بيتمسك بتطبيق إعلان جدة طيب الأطراف المعنية دي تعهدت بالعمل على بزل الجهود الدبلوماسية المكثفة لدعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية وفقا لمخرجات منبر جدة والجهود الأخرى والقانون الدولي الإنساني الوسطاء برضو أكدوا على أنه حان الوقت لإسكاة البنادق ووقف الحرب والصراع الدائر في السودان والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية قال أن الأزمة في السودان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الخطورة والله دولاتي افتكرتوا حيث واجه الملايين الجوع الشديد والنزوح في حين أدى هذا الصراع المستمر إلى ارتكاب فضائع واسعة النقاق من بينها واسعة النطاق من بينها لهجمات على النساء والأطفال التقارير الإعلامية والمصادر المطلعة قالت أن واشنطن تمارس ضغوطا جديدة على الجيش السوداني من خلال دعوة الأمم المتحدة لمنح الوكالات الإنسانية توفيض لإيصال المساعدات عبر الحدود وكمان مواقع النزاع اللي تحت حماية دولية وتفعيل يعني بحسي بقى التوفيض تحت حماية دولية وتفعيل قرار المجلس الأمن بحظر الطيران العسكري فوق درفون المصادر أكدت أن هذه المشاورات ستكون مقدمة للتدخل الإنساني في السودان بقف عند الجملة دي للتدخل الإنساني في السودان يعني اعتبات لقوات تحتل مثلا عبر استصدار قرار من المجلس الأمن على غرار ما حدث في سوريا إذا مجلس الأمن موافقش نتيجة رفض الصين ولا روسيا أمريكا عايزة تعمل ذا منفردة عشان كده أنا بقول للشعب السوداني بقول الذين يتصارعون على أرض السودان توقفوا عن الحرب والعدوان وإلا فإن القوى التي ستدخل السودان بفعل ما يسمى بالدعم الإنساني لن تكون إلا احتلال معلن لأراضي السودان وابقى بقى تعكلمني عشان يطلعوا وحتشوفوا ماذا سيحدث هناك كل له مصالحه وكل يريد الهيمنة والسيطرة على ثروات السودان من الدهب والإيرانيوم وغير ذلك من الأمور انتبهوا لما يجرى وتدخلوا في الوقت المناسب ووقفوا هذه الحرب وانقذوا شعب السودان العظيم الذي يبدو أن البعض لا يعرف لا حضارته ولا تاريخه ولا انتماءه ولا حبه لبلده السودانيون يعانون معاناة شديدة كما كل العرب الذين يتعرضون للمشاكل والأزمات وليس أمامنا خيار إلا التوقف عن الإمساك بالبندقية والسلاحة